في النقطة تانية عدك لي ها؟ انا دلوقتي عندي لعبين شباب انا اهلي انا زمالك الاندية تحديداً الكبيرة دي انا لازم اكون صاحب القرار والمبادرة لأ انا عندي لعبة كويسة ما حضرتك وانت راجل الامن من امناي النادي الاهل انت بتبقى عارف وانت جوال نادي الاهلي انه لأ انا عكيد فرق شاوة عندي عندي لعبة كويسة فانت لو مدرب في النادي الاهل هتقول لأ تبطلعي اتنين تلاتة بقى اخدهم لما عندك مشكلة في الزهير الايصر هتقول لي لأ عاتلي واحد من الشباب لما عندك مشكلة في المؤدل الاهلي لعب تلاتة او اربع مباريات بحسن حسن لوحده كانش فيه بيرس تاولة محمد شريف المصابين لما انطلع احمد سيد غريب على الاهل لحطه عدك ما هي دي بقى مشكلة حتى موجودة في النادي الاهلي وفي الاندية ان انا مش اي حد المدير الفن عايزه انا انا اهدف الناشئين عندي ايه انا اكسب بطولات انا اخش اكسب بطولات ناشئين لا طبعا هدف ان انا اعمل ناشئين عشان اطلع ناشئين الفريق الاول كابتن حسن حمدي وكابتن صالح سريم وكل المجلس السابقة كابتطلع ناشئين كتير لحد رمضان صبحي وكريم بامبو اخر ناس ثلاث محمود تريزيجي بعد كده انت بقيت تطلعهم على المدد بتطلع ناشئين طلع ناشئ يلعب شوية زي زياد اشرف كل ما بيلعب يبقى كويس انا ليه ما تديش زياد اشرف انا ما عنديش مهنة انت ما تدلوش لو اللي بيلعب اساسي احسن منه بس يعني يقول بقى لا خلاص ده عنده خبرات واللعيب دوت جاب معي بطولات قبل كده فهو الاولوية بس لو اللعيب نفسه مستوأل اسباب بدنية او حتى هو نفسه مستوأل كمهارات طب ما تلعب بالشباب لا انا اخدها دلوقتي انا مين اللي هستفيد منه على المدد الطويل انا مثلا طبعا وريد سليمان اخويا وطبعا الراجل احسن واحد دلوقتي فريل اهلي واكتر روح صح بس وريد على كلامه ان هو هيبطل اخر السنة دي اه ده قرار وانا زياد صغير فامي اللي هيديني السنين اللي جاية زياد فالاولي خلاص وريد هيبطل اه ممكن اكرمه في ماتشاط لكن الاولي قدي زياد لان زياد ده هو اللي يقعب معي ده المستقبل اه يقعب معي عشر سنين يلعب معي ده المستقبل بالنسبالي نفس الكلام بالنسبالي احمد ده صغير انا اديره ممكن يبقى كويس نفس الكلام لا احمد ياسر ريان انا احمد ياسر ريان من المهاجمين اللي بحبهم جدا صح وبرضه على انت استفهم ان احمد ياسر ريان ما برجعش النادي احمد مهاجم كويس جدا ومهاجم حطة وبتحرك كويس جدا ومن الفراو ده فعلا انا كنت بلعب في المكان ده اللي بيتعبه يتعبك وانت بتلعب معاه صح فلا ليه احمد مايرجعش ولادي النادي اللي عرفه قمت النادي مه مع احطرام العابة اللي موودة فيش حد بيها رقمت اي مكان اللي اولاده مه حتى النهاردة في وجود الشباب ووجود الاداء الحلوى النتائج الحلوى 3-0 بس شوت التاني شفنا برضو يعني مشاكل دفاعية كبيرة في الاهلي ولو من الخط ده تحديد التلاتة اللي وراء هم تلاتة خبرات يعني ليه دايما الاهلي عنده مشاكل في خط الدفاع عنده عشان برضه قلتلك قبل كده كنا هنا قلتلك الخط ده الوحيد اللي محتاج انسجام محتاج اتنين لعبه جانب بعد فترة غير المهاجمين ممكن لعب اتنين مهاجمين واحد مسلا بيتحرك واحد محطة هو كل واحد اللي اقتصاته لكن المكان ده بالذات لازم اللي اتنين دول يلعبوه مع بعض عشرة خمساشرة الماتش مستمرين صحيح ترايح حتى في قربة على طول على طول كل الماتش منشستر نايتد منشستر سيتي البنت الدفاع دول عطول ما بيتغرش لان المكان ده انت بتلعب الاخطاء اللي جنبك انت انا عارف كريم اخطائي وكريم عارف احمد اخطائي فانا بلعب الاخطائك لكن انا ميجي حد جديد هنقعب بقى لسه عبال ما اكتشف انا اخطائك وانت تكتشف اخطائي ونعرف انت بتتحرك ازاي انت سريع ولا بطيق بتاخد وقت صح هيدي المشكلة في ادفاع الاهلي الاصابات الكتير اللي بتحصل وفي لعب برضو مستقل شوية من الاجهاد دي بتخلي طبعا المدرب مش عاب في عام دي فبيلعب كل ماتش تلاقي ياسر يلعب مع ايمن مرة رامي مع ايمن مرة متولي مرة عبد المنعم مرة عبد المنعم فدي برضو مش عمرهم ملعب مع بعض كويس طول مهم ما فيش انسجام ده المكان ده كان بيستعمال الجزيه قولينا كان عطول حتى المكان ده عطول اما بيلعب حد فيه بيقعد فترة بيسبت حد ما بيحبش يغير الا بقى حد مستوى الاصابات صح لكن ما يرفش فيه تغير عطول الصوريش الفترة اللي فاتت دي كلها بدأ الناس تقايم وبدأ الناس تقولك لا ما ينفعش يتقايم انت مع فكرة انك تقايمه دلوقتي تقدرت تشوف ملامح ليه اشتغالها وتقول كويس ولا لا ولا تقول انه ما ينفعش انه خارج التقييم دلوقتي لا طبعا ما ينفعش تقايمه انا انا اقايمه على اساس ايه انا اقايمه على اساس ان فرقة زي ما انت قلت فرقة مجهدة فرقة بقى لها ثلاث سنين بتلعب كل البطولات ومجهدة اصابات كتير اصابات كتير مش متعرف على الفرقة طبعا هو جايف طبعا انا شايف انه هو كنت معاك هنا قلت المسيماني لازم كان يرحل اخر المسيم ما ينفعش المسيمان يمشي في المسيمان انه المسيماني هو اللي طلب الرحيل يعني ايه اللي حصل بس انا شايف ان المسيماني كان لازم يستمر الاخر المسيم لان انت جاي بمدرب انا شفت اول ماتش الراجل ماسك ورقة وبيشوف اسمها اللعيبة منها مش عارف اسمها اللعيبة وانت هتعرف ازاي وبعدين جاي في وقت الدوري فيه مضغوط بلعب كل تلات يام ماتش الراجل هيرحقي مرة امتى انت بتلعب يوم النهاردة ترايح بكرة اليوم اللي بعده تعمل استشفى وبتلعب الماتش تاني يوم بعده طب هو هي الحقيق هيبدأ امتى يحط اسلوبه هيبدأ افرد اسلوبه امتى على العيب مفيش تمرين مظبوط فهتبقى صعبة شوية هالطاقة انه السوريش هيكمل مع الاهلي؟ ولا ممكن تشوفه خارج الاهلي في اخير المسي احسب نتائجه احسب نتائجه اتعليس ايه الوقت انه لا يحسب على النتائج لا ما يحسبش دلوقتي لكن انت عندك بطولة كاس مصر انت مش تحسب على الدوري عندك بطولة كاس مصر موجودة مع كاس مصر نفس الظروف غيابات وإصابات وإرهاق نفسه بس اعتقد يعني لا لو قصر بطولة كاس مصر اعتقد انه مش هيكمل لو قصر كاس مصر مش هيكمل الدوري غير الكاسي انت بتكلم بالكاس مصر بتلعب تلعب ما تشوف توصل النهائي فالكن الدوري بطولة طبعا بتلعب 34 متش فالموضوع صعب شوية لاجناية بطولة التانية دي اعتقد ان النادي الاهلي لو سواريش غيرس خسر البطولة بتاعة كاس مصر اعتقد ان هو لا مش هيكمل لا دا بتاع حمس يا غيابات انت بتكلم عنه مهرة هيلة بصراحة التحرك والتوجيه التوجيه هي صعبة يعني انا لو ناشئ مش هيب عندي ثقة ان انا حطها كده فانو هوقفها لان هي هي في مساحة كويسة ممكن هوقف الكرة واستلمها ان هو ان يفكر التفكير ده ويوجهها التوجيه ده بينهم ان هو لا مهاجمك اعتقد ان هو فاجئك محمد عبد المنصف طبعا فاجئه يعني انا زي ما انت قلت هو هيتوقع انه هيستلم فيبدأ ياخد هو الحركة الكابت المحمد عبد المنصف ويبدأ ياخد منه الكرة هو فاجئه طبعا هي المهاجم الصح ان بيعمل عكس اللي جنب يفكر فيه انت مثلا عارف النيميسي مثلا بيعمل فممكن ان يعمل كده روح هتطف الدقيقة فانت بالنسبالك ايه تعمل عكس اللي جنب يفكر فيه اشتركوا في القناة